اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى ساعة جديدة من ساعة هذه التغطية الممتدة والمفتوحة مع حضراتكم على مدار الساعة التي نصلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية وكذلك العقوبات التي تفرض على روسيا على وقع الأزمة الأوكرانية التي دخلت يومها التاسع في العملية العسكرية التي أعلنتها روسيا من خلال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في فجري يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي اللقطات التي كانوا يعرض لها الزملاء قبل لحظات كانت من مناطق مختلفة ومن تحديدا من مدينتي كييف العاصمة التي تعيش أيضا على وقع سماع دويا لسفرات الإنذار التي أصبحت صوتا مسموعا ومألوفا لدى سكان هذه المدينة بعد الاشتباكات المتقطعة التي تسمع دويها أيضا والتفجيرات التي يفصل ما بينها وبين الأخرى توقيتات زمنية بسيطة على كل المواطنين في كييف أن يتجهوا مباشرة إلى الملاجئ التي خصصتها السلطات المحلية في كييف وكذلك خيرسون حيث كانت الصورة أيضا قبل لحظات للمدينة التي أعلنت القوات الروسية وعمدت خيرسون أيضا قبل نحو 24 ساعة على سيطرة القوات الروسية على هذه المدينة انطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي الذي يمثل اليوم الخامس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك بمبادرة من بيلاروسيا وفي ضيافتها عقدت الجلسة الأولى في منطقة جومل البيلاروسية حيث يشمل الجانب الروسي ممثلين عن وزارتين خارجية والدفاع وبرئاسة السيد فلاديمير ميدانسكي مستشار الرئيس الروسي بينما ضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي زيرنيكوب ومستشار مكتب الرئيس ميخايل بودولاك يترأس الوفد ديفيد أراخاميا السياسي المقرب من الرئيس الأوكراني تمثلت أبرز المطالب الأوكرانية في هذه المفاوضات في الوقف الفوري لإطلاق النار وكذا إنهاء الأعمال العسكرية الروسية فيما تطالب روسيا بضمان وضع أوكرانيا كدولة محايدة من وجهة النظر الروسية ما يعني عدم بحث انضمامها إلى حلف النيتو إلى جانب تخليها عن نشر الأسلحة واعتراف كييف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرن والاعتراف من الحكومة الأوكرانية باستقلال ما تعرف بجمهوريتين دوناتسك ولوغانسك ماذا عن أوراق الضغط؟ أوراق الضغط الأوكرانية في تلك المفاوضات ترتكز على التأييد الأمريكي والغربي والأوروبي بالطبع لموقفها السياسي والعقوبات والقيود الاقتصادية التي بدأت تفرض على موسكو هذا إلى جانب أشكال التمويل اللوجستي والعسكري من قبل الدول الغربية والسعي للانضمام لحلف النيتو أما الموقف الروسي في هذه المفاوضات فيرتكز على اعتماد موسكو على قدرتها في حسم النزاع عسكريا وعلى التقدم الذي تحرزه في مساحات مختلفة من الأراضي الأوكرانية وصولا لمحاصرة العاصمة كييف تقول أوكرانيا أنها ليست مستعدة لقبول ما تسميها إملاءات روسية مشيرة إلى أن المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل إطلاقه العملية العسكرية بينما يتهم الجانب الروسي كييف بالمماطلة في هذه المفاوضات بسبب تأثيرات واشنطن كما يقول معتبرا أن أوكرانيا لا تمتلك رغبة حقيقية في محاولة إيجاد حل متوازن وفق الرواية الروسية للمشاكل بين البلدين إذا كانت العملية العسكرية تأخذ يوما بعد الآخر منحا مختلف على المستوى الميداني فإنها تأخذ كذلك تطورات على مستوى التفاوض أوراق الضغط وكذلك سيف العقوبات الذي أشهرته الدول الغربية في مواجهة موسكو